كان مطار بغداد الدولي قد تعرض إلى استهداف بعدد من الصواريخ لا تقل عن ستة في وقت مبكر من صباح اليوم هذا وأفاد مصدر أمنية بأن الصواريخ جميعها وقعت في منطقة المدرجة ومناطق قريبة من الجانب المدنية وقد تم تفعيل نظام منع الصواريخ للدفاع الجوي العراقي في المطار واستطاع أن يوقف عددا من الصواريخ من جهتها قالت خلية الإعلام الأمنية أن عصابات لا دولة إرهابية أقدمت على استهداف مطار بغداد الدولي فجر اليوم بستة صواريخ من نوع كاتيوشا في محاولة لاستهداف مقدرات البلاد مشيرة إلى أن الصواريخ سقطت على مكان انتظار طائرات الخطوط الجوية العراقية مما ألحق ضررا بطائرتين على المدرجة وأضاف البيان أن هذا الفعل الإرهابي يسعى إلى تقويض الجهد الحكومية في استعادة الدور الإقليمي للعراق وإعاقة نشاط جهود الخطوط الجوية العراقية